الملحقية الثقافية السعودية في مصر أقامت احتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وده بحضور الملحق الثقافي السعودي الدكتور خالد بن عبدالله النامي ويشاهدت فعاليات الحفل تكريم عدد من المشاركين كل عام في هذا التوقيت يحتفل العالم بلغتنا العربية الجميلة حيث قررت منظمة اليونسكو اعتبار هذا التاريخ الثامن عشر من ديسمبر يوما عالميا للغة العربية على غرار اللغات العالمية الأخرى وفي إطار هذا احتفلت الملحقية الثقافية بصفارة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية باليوم العالمي لها وذلك تقديرا منها لهذه اللغة التي كرمها الله لكونها لغة القرآن الكريمة من هذا المنبر أقدم الشكر والتقدير للمعالي وزير التعليم وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين وسعادة الاستعد عبدالله الوشمي رئيس مركز ملك عبدالله على اللغة العربية على حرصهم واهتمامهم الحقيقة في تطوير هذا الجانب والاهتمام في القاءة الضوء على هويتنا الثقافية الحقيقة اللغة العربية لغة الضاد لغة القرآن في الفترة الأخيرة يمكننا اهتمام العائلات واهتمام الناس بتعليم أبناهم اللغات المختلفة الحية طبعا استشعر منهم خدمة أبناهم للتسجيل في الجامعات المتقدمة والعلوم ولكن الحقيقة اللغة الضاد هي اللغة العربية لغة القرآن هي هويتنا الثقافية نحن محتاجون إلى أن نهتم بالبناء العلمي أو التكوين العلمي والتربوي لمدرسة هذه اللغة خصوصا في المرحلة الابتدائية وأتمنى أيضا أن تلتزم دور النشر وأن تلتزم الجامعات فيما تزرهم من مطبوعات بالمؤلفات وكتب صغرة على الطلاب أن تصحح تخضع علينا وتحيلها إلى أي جهة أو جهة أكاديمية مسؤولة عن تصحيح وجه العديد من المتخصصين في شؤون اللغة العربية رسالة لجميع المعنيين بضرورة حث الجيل الجديد على حب اللغة والإقبال على تعلمها والاستفادة من مفردتها الجميلة المتعددة مع تفعيل دور الأعلام في هذا الشأن إذا كان الغرب قد قدم لنا الخدمة عن طريق اليونسكو أولى بنا نحن أن نبدأ في إعادة هيبة اللغة العربية اللغة العربية لغة تستوعب العلم وتستوعب المنجزات العلمية تستوعب المنجزات الأدبية وهم يدرسونها ويخرجون منها مناهج نقدية نحن أولى وأولى بأن نعيد الحياة لها فكرة احتفال الدول العربية بشكل عام باليوم العالمي اللغة العربية بيأتي تزمونا مع نقطة مهمة للغاية أنا بأعتقد أن الأمم المتحدة لما خدت قرارها في 18 ديسمبر سنة 73 كان على خلفية إدراكه من الشعوب العربية يمكنها أن تفعل شيئا على المحيط العالمي وأعتقد أن تأثير حرب أكتوبر كان له دور في اتخاذ خطوة للتصويت الإيجابي نحو استصدار هذا القرار العبارة العربية كالعود إذا نقرت على أحد أوطاره رنت لديك جميع الأوطار وخفقت فاللغة العربية هي أصل اللغات ومن تعلمها تعلم لغات الدنيا هويدا يحيى أم بي سي مصر